تستعد روسيا لاستضافة انهائيات كاس العالمي 2018 بعد أقل من 9 أشهر على 12 ملعبا موزعة على 11 مدينة تسير الانشاءات والتحديثات في الملعب والمرافق الرياضية والعامة على قدم وساق لظهور في أبهى صورة نتابع فرحة وبهجة وحلم يتحقق بعد 28 عام حلم لا طالما انتظره ملايين المصريين وبعد فوزها على الكونغو في مباراة قوية حاسمة ها هي أم الدنيا تصل لنهائيات كاس العالم في روسيا التي ستفتح ذراعيها لاستقبال الفراعنة 11 مدينة و 12 ملعبا ينتظرون منتخبات العالم في العرص الرياضي الأقوى والبداية ستكون من العاصمة موسكو التي تقدم ملعبين من أهم وأكبر الملاعب الأول جنانكي الذي سيحتضن المبارتين الافتتاحية والختمية ونصف النهائي الثاني لكأس العالم وتبلغ طاقته للسعابية 81 ألف مقعد وقد سبق وأن أغلق عام 2013 لإعادة بنائه وتجهيزه لاحتضان مباريات كأس العالم الملعب الثاني بالعاصمة هو أودكارتي أرينا وهو ملعب نادي سبارتك موسكو وهو منعب جديد كليا انتهى العمل فيه عام 2014 بتكلفة 430 مليون دولار وبطاقة استعابية تصل إلى 45 ألف مقعد أما سان بيتروسبورغ فتستقبل المونديال باستاد هو حديث العالم إنه استاد زيني تارينا ثاني أغلى ملاعب العالم كلفة في البناء حيث بلغت تكلفة تشييده مليارا ومئة مليون دولار ويتسع ل66.881 ألف مقعد أما في تاترستان يستعد ملعب كازان البديل للاستاد المركزي لاستقبال المونديال بتقطيع 45 ألف مقعد أما في مدينة يكترينبورغ فستقام المباريات على الاستاد الذي يحمل نفس الاسم يسع 27 ألف متفرق وأيضا في مدينة نيجيني نوفغراد يستضيف ملعبها 44 ألف مشاهد سيتم تخفيضهم بعد المونديال إلى 25 ألف وفي مدينة فولغغراد تزين الملعب المركزي الذي تم إغلاقه عام 2014 وأعيد تشييده وبناؤه مرة أخرى لاستضافة المونديال ويتسع ل45 مقعد وأخيرا مدينة سامرة وملعبها الذي افتتح العام الحالي بتكلفة 369 مليون دولار ويتسع ل35 ألف مشاهد وسيتم تخفيضه بعد المونديال إلى 25 ألف ملعب رستوف نادونو الواقع على نهر الدون هو ملعب جديد افتتح العام الحالي أيضا بتكلفة بلغت 404 ملايين دولار وبطاقة استيعابية تبلغ 43 ألف وسبعمائة واثنين ألف مقعد وبمدينة الألغاب سوشي حيث ملعب فيستيا الأولمبي الذي أنشئه عام 2014 بتكلفة بلغت 787 مليون دولار وبطاقة استيعابية تصل إلى 47 ألف مقعد للمونديال وفي مدينة سارنساك يحتوي ملعب ماردوفيا رينا على 45 ألف مقعد والذي تم تشهيده عام 2015 بتكلفة تصل إلى 180 مليون دولار وأخيرا ملعب مدينة كالينجراد الذي يبلغ تكلفة إنشائه 220 مليون دولار ويتسع لـ 35 ألف مشاهد